قصة سيدنا موسى عليه السلام هي واحدة من القصص العظيمة في الإسلام والتي وردت في القرآن الكريم يعتبر سيدنا موسى من الأنبياء والرسل الذين أرسلهم له لهداية بني إسرائيل وإخراجهم من عبادة العبودية في مصر تبدأ قصة سيدنا موسى عندما ولد في مصر في زمن فرعون في ذلك الوقت كان فرعون يخشى أن تتحقق نبوءة تنبأت بأنه سيأتي رجل من بني إسرائيل ليهدم مملكته ولذلك أمر فرعون بقتل جميع الأطفال الذكور الجدد من بني إسرائيل وفي هذا السياق ألقى موسى ولدا في النيل بواسطة أمه وتم العثور عليه من قبل أحد أكداع فرعون وزوجته وقد اتخذوه لرعايته وتربيته نشأ موسى في بيت فرعون وتلقى تعليما جيدا ونشأ في بيئة ملكية وبينما كان موسى يكبر بدأ يشعر بالألم لمعاناة بني إسرائيل تحت الظلم والقهر من قبل فرعون وجنوده وفي إحدى المرات وهو في البرية شاهد موسى نارا تشتعل في سفح جبل سيماء فتوجه نحوها وسمع صوت الله ينديه من داخل النار وأوحى له لموسى أنه هو النبي المرسل لبني إسرائيل وأنه يجب أن يخرجهم من براثن فرعون بعد أن حصل موسى على رسالته من الله عاد إلى مصر وطلب من فرعون أن يطلق صراح بني إسرائيل ولكن فرعون رفض وأصر على استمرار الظلم والاستداد في محاولة لإقناع فرعون بحقيقة رسالته قام موسى بأداء عدة آيات ومعجزات بواسطة قوة الله مثل تحويل عصاه إلى ثعبان وتحويل الماء إلى دم وبعد أن زادت المعجزات والآيات ولم يتراجع فرعون أمر الله موسى بقيادة بني إسرائيل في الخروج من مصر والتوجه إلى الأرض المباركة تم موسى تحقيق العديد من العجائب والمعجزات خلال رحلته مع بني إسرائيل مثل انشقاق البحر الأحمر وتنزيل الأمطار وإطعمها من السماء بالمن والسلوة بعد مرور فترة من الزمن وصل موسى وبانو إسرائيل إلى جبل سيناب هناك تلقى موسى الوحي من الله وأعطيته لوحات الشريعة التي تضمنت الوصايا العشر التوراد تعلم بني إسرائيل الشرائع وأحكا قررت سنوات وخلال هذه الفترة تعرض بني إسرائيل للاختبارات والبلاءة والتجارب المختلفة ومن بين هذه التجارب كانوا يواجهون التمرد والعسيان والشك في الله وعبادته وموسى كان دائما يعظهم ويذكرهم بأنهم يجب أن يظلوا مخلصين لله وأن يعبدوه وحده ويتبعوا شرائعه وفي نهاية حياة موسى توجه بني إسرائيل إلى الأرض المباركة ولكنه لم يدخلها بنفسه وتوفي موسى ودفن في مكان غير معروف وتولي وشعب النون قيادة بني إسرائيل بعد وفاة موسى إن قصة سيدنا موسى تحمل العديد من الدروس والعبر مثل الصبر والثبات في وجه البلاءة والاعتماد على الله في كل الأوقات وأهمية اتباع شرائع الله والعبادة الصحيحة كما تسلط الضوء على قدرة الله على تحقيق المعجزات وتوجيه الأنبياء لهداية الناس